تبع جلالة الملك عبدالعثاني تقدم سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في قطاعي السياحة والبيئة اطلع جلالة الملك خلال اجتماعات منفصلة في قصر الحسينية مع المعنيين بحضور رئيس الوزراء دكتور بيشير الخصونة على خطوات تنفيذ مخطط عجلون الشمولي مشيرا جلالته إلى أهمية تسريع التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد وأن يلمس أبناء وبنات المحافظة أثر المشاريع التنموية بدوره استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أبرز المشاريع التي ستنفذ ضمن المخطط وتشمل تطوير مزرعة نموذجية وقرية سياحية تراثية وأكاديمية طاهي ومنتجعا استشفائيا انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادية وفي اجتماع خصص لعرض خطوات تنفيذ خطة تطوير محمية العقبة البحرية استمع جلالته إلى شرح من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز حول الجهود المبدولة لإدراج المحمية على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتراث العالمية تحدث الفايز عن دراسات حول إنشاء مركز دولي للعلوم البحرية ومعرض للأحياء البحرية بهدف حماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق في اجتماع آخر طلع جلالة الملك على استراتيجية حماية الحياة البرية والصيد المستدام التي طورتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وعرض مدير عام الجمعية فادي الناصر أبرز برامج المحميات الطبيعية المخصصة للصيد المستدام المستهدفة الحيفاظ على التنوع الحيوي وحماية الحياة البرية والموارد الطبيعية في الأردن ترجمة نانسي قنقر